بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس الجمهورية سيد رئيس الحكومة زملائي أعضاء الحكومة السيدات والسادة رؤساء وممثل الهائات الدستورية والمنظمات الوطنية السيدات والسادة حضرات الحضور الكرام شرفنا سيدة رئيس الجمهورية بجمعنا في هذا الموكب المهيب والبهيج في آن واحد وأمام هذا الحضور من إطارات الدولة ونخب المجتمع تكريماً للمتفوقين من أبنائنا من كافة المستويات العلمية والتكوينية وفي هذا احتفال بما كسب أبناؤنا من نجاح وتفوق وتميز ولكن أيضاً وخاصةً احتفاء بقيم العلم والمعرفة والبرل والعطاء والعمل وهي القيم المؤسسة لنجاح الشعوب والكفيلة بارتقائها بين الأمام أود في البداية أن أهني الذين سيشملهم تكريم على ما بذلوه من جهد وما تحلوا به من مثابرة وما اتسموا به من تفانٍ لبلوغ هذه المرتبة من التميز متمنياً لهم المزيدة من النجاح والتوفيق كما أتوجه بالتهاني إلى أوليائهم لنجاح أبنائهم وتألقهم وبالشكر إلى كل المربيين الأجلاء وكل مكونات الأسرة التربوية والتكوينية المواسعة سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة الأكيد أننا نتفق جميعاً أن أهم ثروة تتمتع بها بلادنا هي مواردها البشرية ونحن نحمد الله على هذه الثروة والتي وإن أظفت التوظيفة الأمثل من شأنها أن ترفع من مكانة البلاد إلى أعلى المراتب في جل المجالات وتساعد على الرقيب الاقتصاد الوطني وتضمن السلم والرفاهة الاجتماعيين سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة أن فرحة الاحتفال وغمرة النجاح لا تنسيان حجم تحديات الإصلاح تحديات الإصلاح التي تنتظرنا ولا بد هنا في مثل هذه المناسبات بالإضافة إلى تكريم المتفوقين أن نتوقف كذلك على مواطن الخلل في منظومتنا التربوية بل منظومة إعداد مواردنا البشرية بشكل كامل لنتعهدها بالإصلاح معدلات البطالة المرتفعة لدى شبابنا وعزوفهم عن المبادرة وبعث المشاريع وإقبال بعضهم عن الهجرة غير المنظمة وانخراط بعضهم الآخر في شبكة التهريب أو الإرهاب ما هي إلا مظاهر ثلبية تعود إلى ما تعانيه أجزاء من منظومتنا التربوية من ثغرات وهنات نحن مطالبون جميعا بالعمل على تلافيها وإننا في وزارة التكوين المهني والتشغيل بحرص خاص من السيد رئيس الحكومة وبتعاون كامل مع زملائنا وزيري التربية والتعليم من جهة والتعليم العالي من جهة أخرى نعمل في إطار التكامل مع مختلف مكونات منظومة إعداد مواردنا البشرية على إصلاح جهاز التكوين المهني والذي يعد في البلدان المتقدمة من أهم ركاز الاقتصاد ونحن نعمل بالخصوص على الارتقاء بجهاز التكوين المهني من حيث تحسين آدائه وتعزيز دوره في تنمية الكفاءات وتحسين التشغيلية والمساهمة في التقليص من البطالة والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية والحاجيات التنموية للجهات ونعمل على إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني مندمجة ضمن المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية هذا الإصلاح نأمل من خلاله على ضمان جودة مخرجات منظومة التكوين وتعزيز ثقة الشباب في مسلك التكوين المهني وتحفيزه على الالتحاق بمنظومة التكوين سواء بمؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص في هذا الإطار أقرت الحكومة منذ انطلاق أشغالها وبداية أعمالها في إطارة إجراءات المئة يوم تعميم منحة التكوين المهني على خمسين اختصاص جديد وسيد الرئيس كان حريصاً على قضية المنح ونحن فيما يخصنا نرفع عدد المنح إلى مئتين اختصاص كما أيضاً اعتمدنا في الحكومة وفي برنامج المئة يوم على اعتماد سك التكوين المهني الخاص الذي سيمكن كثير من الشباب مدى الالتحاق بمراكز التكوين المهني الخاص وخاصة في الجهات مع تحفيز خاص للتكوين في المناطق الداخلية كما تتضمن خطة إصلاح التكوين المهني التي أذن سيد الرئيس الحكومة مشكور بتخصيص مجلس وزاري أيضاً لها لتطوير التكوين المستمر لمواردنا البشرية دعماً للمؤسسات الاقتصادية ومساعدة لها على تشخيص حاجياتها وإعداد مخططاتها التكوينية وتمويلها كما قامت الحكومة بتعبئة موارد في إطار التعاون الدولي تصل إلى حد لان إلى 39 مليون أورو حوالي 100 مليون دينار فضلاً عن اعتمادات الميزانية وصندوق التكوين والتدريب المهني وتخصيصها لتطوير هذا القطع سيد الرئيس حضرات السيدات والسادة شرعنا بتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار لجنة ثلاثية بين الوزارات الثلاث على العمل على وضع خطة عمل المتكامل لإصلاح المنظومة التكوينية منظومة إعداد الموارد البشرية بشكل كامل وشامل وذلك حرصاً على تكامل هذه المنظومة منظومة إعداد الموارد البشرية بكل مكوناتها وحرصاً على انتجامها التام انطلاقاً من التعليم الابتدائي مروراً بالتكوين المهني الأساسي والمستمر والثانوي إلى التعليم العالي مع تأكيد على مبدأ التعلم مدى الحياة وإثبات مكتسبات الخبرة وترسيخ تمشي الشراكة مع الأطراف الاجتماعيين وهي مناسبة هامة تتاح لي سيد رئيس حضرات السيدة والسادة لتجديد شكري وتقديري للشركاء الاجتماعيين وبخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل لاتحاد الصناعة والتجارة وكل الخبراء الذين ساهموا في أشغال هذه الإصلاح وكل اللجان الثلاثية التي نشتغل عليها لإعداد وتطوير الموارد البشرية لإهماننا الراسخ بأن لا خيار لنا سوى التكاتف جميعاً للرقي بمنظومة الموارد البشرية في تونس بمختلف مكوناتها لما فيه خير شبابنا وتطور اقتصادنا بهذا يكون شبابنا بما فيه العاطلون على العمل سيد الرئيس ليس عبءاً على تونس وليس مشكلاً أو جزءاً من المشكلة بل هو جزء من الحل وهو ثروة لبلادنا ورصيد لها سيد الرئيس حضرات السيدات والسادة نحتفل هذه السنة بيوم العلم عيداً بين عيدين عيد الفطري وعيد الجمهورية جعل الله أيامكم وأيام تونس إن شاء الله كلها أعياداً وبالتأكيد فإن رمزية التوقيت تلخص لنا رهانكم ورهان هذه البلاد وطموحنا جميعاً لمنظومة التربية والتكوين والتعليم اعتزاز بالأصالة ومقاومات الشخصية الوطنية وقيم الإسلام الوسطي المعتدل وتمسكم بمكاسب الاستقلال ودولتنا المدنية الجمهورية وانفتاحاً على مكاسب الإنسانية وقيمها الكونية هو رهانكم ورهاننا جميعاً وبه نبني بلدنا الحبيب وندحر به قوى الشر والغدر والإرهاب ونرفع راية تونس عالية متميزة متألقة أبد الدار شكراً على الاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة